علم الأعشاب علم ماليء بالأسرار والخبايا التي لا يعلمها الكثير من الناس لذلك يجب التفكر والبحث في فوائد تلك الأعشاب لتحصيل أكبر فائدة ممكنة منها وفي قناتي قناة نورشانيل فقط قوموا بتعريفك على تلك الأعشاب فوائدها ومضارها وكيفية استعمالها لذلك لا تنسى الاشتراك في القناة لكي تتوصل بكل فيديو جديد وتتعرف على المزيد من الأعشاب وفوائدها إذن اليوم سأتحدث عن عشبة المرسيطة أن نعب البر أو الميليسة تختلف اسمها على حسب لهجات المناطق وأيضا الدول من بين هذه الفوائد أنها تقوم بعلاج ألم الظهر ألم أسفل الظهر ألم الرقبتين المفاصل أيضا تقلصات المائدة والإمساك المزمن طبعا عن طريقة إضافتها إلى الأكل إضافتها إلى الخبز وأيضا شربها في الماء المغلي على شكل شاي طبعا بدون تحلية تعمل المرسيطة كمهدئ عام للجسم أيضا تخفض درجة حرارة الجسم إذا كان الشخص يعاني من اتفاع في درجة الحرارة تستخدم العناية بالبشرة كما تدخل في صناعة العديد من العطور ومواد التجميل تعتبر موضات طبيعي للبكتيريا والفطريات بالجسم أيضا تساعد على تبييد البشرة والتخلص من أشوائبها وتدخل في العديد من الكريمات الأساس والكريمات المبيضة للبشرة حيث أنها تعتبر من المواد المبيضة تستخدم كمهدئ للمائدة مضاد التقلصات أيضا علاج عسر الهضم والإمساك المزمن علاج الصداع والتخفيف من آلامه وخاصة الصداع النسفي والتخفيف من آلام الطمث عند النساء وذلك كما قد بشربه كمشروب ساخن أو إضافته إلى الأكل كانت هذه بعض من فوائد المرسيطة طبعا يجب استعمالها بكميات قليلة وليست كثيرة لأن لديها مضار إذا قمتم باستعمالها بشكل مفرط أو كان لديكم حساسية من هذه العشبة إذن كان هذا فيديو اليوم إلى اللقاء ما فيديو جديد ووصفة جديدة نصائح جديدة وفوائد لأعشاب جديدة إن شاء الله